اشتركوا في القناة النجم نجم والاسطورة بتتبني لا كريستيانو مش نجم اه طبعا لسه ما انا جايلك اهو يعني مثلا الكلام ده انا يعني ده لو راح مثلا مثلا يعني دي ماريا بوكبة نقولها ليه نجم نجم هيقلب الدنيا طبع فما بقى لك بقى كريستيانو طبعا يعني انت بقى لنا 15 سنة بقى كريستيانو ومسي طبعا يعني 15 سنة الناس كلها عايشة بين القطبين دول فجأة بالسعودية يعني هو بيجني سمار اسطورية الحقيقة لكريستيانو رونالدو فكن انت مش هار طويل اه ده حي بس ايه ده بص يعني يعني بصراحة يستحق يستحق يعني فكرة اساسا طبعا احنا لما بنتكلم عن موضوع كريستيانو رونالدو فاحنا دايما بنتكلم عنه من جانبين طبعا دي لقطات للاستقبال في ملعب مرسول بارك الخاص بنادي النصر السعودي طبعا واللي دخل فيه وكان موجود فيه كريستيانو رونالدو مع أسرته جورجينا رودريجز بالي الحقيقة كان انا عايز اقولك ان انا كنت متابع على السوشيال ميديا الجماهير جماهير النصر السعودي ومش بس جماهير النصر السعودي اللي كانت موجودة الحق في المدرجات جماهير مختلف الانديا السعودية كانت بتحاول تحضر الحفلة الناس كانت بتدخل تسجل طلب الحضور على الانترنت كانوا بيلقوا ويتنج لست وطبور مثلا قدامه مثلا مئة الف انتظار مئة وعشرين الف لحد ما يوصلوا دوره فطبعا كان الموضوع عليه اقبال كبير جدا كريستانو رونالدو بيجني سمر مسيرة فيها تعب وفيها اكتر لعب يمكن اشتغل على نفسه في تاريخ قرط القدم وكريستانو رونالدو طور موهبته طور طريقة لعبه وعمل ارقام صعبة جدا ان فيه لعيبة توصل لها الوحيد اللي يمكن بيقترب من ارقامه وممكن يحطامه هو ليون الميس لو بتتكلم عن جزء الرقم يعني لكن انا اقوى حفلة شفتها في حياتك هتلى عمر دياب ايه ده يعني الحفلة يعني في الساحل تنباهر في حفلة عمر دياب ايه اللي احنا شايفينه ده دولة افتتاح كاس العالم طبعا ويمكن اكتر كمان اه والله صحيح اكتر من كده طب لاح يعمله الكلام ده امتا لا التجهيزات طبعا من بدري التجهيزات للاستقبال وخلي بالك لا استوارده موضوع مفروض متذاكر مدروس يعني مش تتعمل في فوقت قياسي الجميل بقى استوى محمد والملاحظ انه الموضوع او ما رآه كل مشاهد للمنظر ده ما شافش اي اعلانات لأي علامة تجارية هو فقط الاعلان للسعودية ولكم ولكريستيانو رونالدو كانش فيه اي اعلان تجاري وكأن كريستيانو رونالدو بيتم الترحيب به وتقديمه كاعلان للسعودية لدولة السعودية هي دي فكرة الصفقة هي دي فكرة الصفقة اتوصلت الفكرة الصفقة انا مش عايز الموضوع مش عايز اصغره ان انا جايب فيه شوية سبونسور طبعا مع التأكيد على اهميتهم وهنتكلم عن تصرحات مثال اللي قال مع عمر رئيس النصر السعودي لكن الفكرة في التأديم الصورة اللي منقولة دي اهو ولكم تو سعودي اريبيا ولكم سي ار سيفن طبعا الاسم او اسم الشهرة بتاع كريستيانو رونالدو فبالتالي رونالدو رايح علشان يكون واجهة تصويقية لدولة السعودية للمملكة العربية السعودية وليس لأي علامة تجارية اللي موضوع وقصة العلامات التجارية هتيجي بعدين لما مثال لقال معمر الرئيس النادي تسأل قال كريستيانو رونالدو احنا كنادي تحملنا هو يعني ما صرحش بشكل واضح مين اللي تحمل قيمة الصفقة لكن قال احنا هندفع لكريستيانو رونالدو راتب سنوي حوالي 83 مليون دولار يعني بتكلم في 85 او 90 مليون يورو وبقية قيمة العقد السنوي رعاة وسبونسر واعلانات وعقود وبالتالي في خطة موضوع علشان يقدروا يستفيدوا من كريستيانو رونالدو او من الاساس يقدروا يستقدموا كريستيانو رونالدو المكاسب اكيد مكاسب كتيرة جدا مكاسب معنوية للمملكة العربية السعودية للدور السعودي للرياضة السعودية لنادي النصر مكاسب مؤكد مادية هتقوم على تسويق كريستيانو رونالدو النهاردة الفيديو بتاع جورجينا رودريجز عشان قالت بس يا هلا ومرحبا باللغة العربية في 6 ساعات او 5 ساعات عمل مليون فيو فانتخد على كده بقى يعني تفاصيل التفاصيل ويا لو قالت هلا كفاية بقى بس هو حتى من غير ما تقول انا كنت مراكز معاها اكتر طبعا تخيل يعني لبسة العباية السعودية يعني هما لبسوا ميسي ميسي في قطر البشت ودي لبسة العباية جورجينا لبسة العباية في السعودية في يعني طبعا الفيديو فده من داخل غرفة خلق الملابس تفاصيل بقى يعني خد على ده لا والستات وما اصدتلك بس مش متجوازة لا ما هو في حملة هما منكادين منها بس برضو مش متجوازة لا يعني هما اخد بالك ده معتقدات عندهم هو بتعتبر زوجته طبعا يعني يعني ايوة طبعا يعني هو ده معتقداتهم اه يعني مش قصة يعني مأزون هما ده معتقدات عندهم من ناش دعوبي ده كلام تهريك بس السنتات المصالة ما تنكاد بقى من جورجينا بس برضو مش متجوزة اها بينصحوا بيقول اه يعني يعني انا متجوزة جوزي ما زو مش متجوزة ايه بخلف منها اربعة ولا خمسة بس مش متجوز لا خالص فالحقيقة زي ما قلتلك اه اخد بقى على كده التفاصيل طبعا اه اكيد الحالة يعني في المجتمع السعودي معدل الدخل مرتفع هيكون عندهم قدر ان هما لما يجوا يشتروا القميس هيشتروا القميس الرسمي فده مدخل ومدخيل المادية بتدخل للنادي زي طبعا العلامة التجارية الرعية انا عايز اقولك حاجة بقى يعني يمكن نادي الاهل المصري من اكتر الاندية اللي اتضرت من انضمام كريستانو رونالدو للنصر السعودي كان راحل الاهلي او لايه عمل مشكلة للاهلي كان راحل الاهلي نادي الاهلي كان اكتر نادي عربي بفارق كبير جدا عنده فول ويرز على الانستجرام اه وكان عامل ريكورد لانه لا بس الاهلي هيعود جابي عقوبه لا وجايبه من البرتغال عايزين نشوفها الاحتفال بيعقوبه من رونالدو اه من البرتغال برضو يعني نجيب لك من بلدك هنشوف برضو الاحتفال يبقى شكله ايه طي عقوب فيعني لو شفنا صورة للحساب كده نقطع بقى لقطات الجميلة دي وقبل اعلان خبر يقولي زادة 4.5 مليون لا اكتر قبل خبر في اول ما اعلانه النهاردة وصل كده ده 8.4 مليون ده كانت 450 ألف كانت لا هي كانت اول حاجة كانت 800 وشوية 800 وشوية ألف ده اللي هو ده الطبيعي بتاع نادي النصر ده كل الجماهيري النهاردة بتتكلم في 3-4 تيام يمكن من اعلان الصفقة بشكل رسمي وصله 8.4 مليون و4 من 10 مليون سولور على انستجرام النادي الاهلي بقى كان 9 فاشوف كان الفرق قد ايه عوضوفي كام يوم سمقولك ايه ومؤكد الرقم يكتسر النادي الاهلي 9 من غير كريستيانو من غير احد باسم الاهلي باسم الاهلي خلي بالك في حاجة كبير 9 انت بتقولي النصر كان 800 ألف كان 800 ألف 9 عن الاهلي اكتر من 10 اضعاف اه طبعا فالاهلي باسمه بس 9 مليون وكان اقرب حد بص الاهلي فاخر احصائيات عملت واخر تجميعة عملك كان هو الاكثر نادي عربي شهرة على وسائل التواصل الاجتماعي ب36 مليون متابع عبر كل الحسابات مين بقى اقرب نادي كان ليه كان الهلال السعودي 16 مليون وكان بعده فرق أولاي من 36 ل 16 فرق 20 مليون فرق 20 مليون كان بعدين فرق أولاي للزمالك قد يكون الزمالك تخطى في اخر كم شهر لكن الزمالك حلالا 15 مليون تقريبا يعني بين الاهلي والزمالك من 36 مليون ل 15 مليون اه ده كان اخر احصائيات عملت فرق 21 مليون متابعة اه بين الاهلي والزمالك كل الحسابات يا راجل اه طبعا كتير برد اه في كل الحسابات النادي الاهلي دي تفاعلات ولا عدد الفولورز عدد الفولورز في الفيسبوك والإنستجرام والتويتر والإنستجرام كله اه التلات أبليكيشنز الرسمية تويتر فيسبوك إنستجرام النادي الاهلي كان 36 مليون اكتر من ضعف الزمالك يعني الاهلي اكتر من ضعفين الزمالك اه لا ضعف يعني الزمالك 15 الاهلي 36 يعني ضعفين وحتة اه ضعفين نفس اه لكن خلي بالك للنصر السعودي انت عارف كريستيانو رونالدو موديل يعني لعيبه موديل يعني هو إجازت الزيادة عند النصر السعودي كانت فيه ناستجرام بس تويتر زيادة بسيطة فيسبوك زيادة بسيطة فلسه الاهلي فارق بكتير جدا عن النصر يعني 36 يعني النصر ممكن يكون يترفع على 10 ولا 12 لكن مش هيلحق النصر كان 5 مليون قبل كريستيانو رونالدو التوتل 5 مليون قبل كريستيانو رونالدو والاهلي 36 5 هتزود 6 7 8 زود 9 اللي كانوا على الانستجرام فتبتتكلم عن 14 لحد طبعا ما نعمل ان شاء الله ممكن على الفقرة جاي نعمل إحصاء رسمي فتبتتكلم عن 14 لو مليون كمان في باقي الحسابات وممكن يكون أقل من كده فلسه الاهلي ده معناه ان تفاعل الاهلي برضو على سوشال ميدي أكتر من نصر أكتر من نصر بكتير يعني لو رابطة الان ده المحترفة حطت مثلا يعني رونالدو هنا في مصر أحمد عبدالقادر يكسر وحتى لو هناك بسمه يعني لو قولنا الجمهور الاهلي خش فأزيزو ما يزعلش يعني ده موضوع شيء نزعلوش أنا هقول للدور السعودي يقول كريستيانو ولا أحمد عبدالقادر مش كده ونجرب أو حسين الشحاتو بلعب هنا وهنا بطراق بلعب هنا في النحياتين يمين وشمال سايد آه مو كحسين الشحات يكسبوا على السوشيال آه يكسبوا طب يكسب كريستيانو رونالدو تهزر حبايب الأهل كتير بقى يدخلوا يصوتوا بس احنا خد بالك هما بنهركش في موضوعات تسعين في المئة فرق طب احنا كنا بنكسب صلاح على كل الناس يعني صلاح لما كان بيدخل أي استفتاء على أي حد صلاح كان بيكسب بولك إيفونا لا بستة عشر ديئة جاب بنالتي كسب يوسف أسامة نبيه كاموا وتسعين لتمانية آه يعني بيش تهزر ديئفونا المسش اللي بعدين ملعبوش الراجل الرمادي ملعبوش كان بيحتفل باللقم فطبعا الموضوع بس دي جديدة بتاعة أحمد عبدالقادر وكريستيانو دي نجربة ما بيش مشكلة آه والله انا بقولك مثلا محمد صلاح طب ما تيجي نجربة في السوشيال ميديا طب الليسي سمعني يا ليسي هل تسمعني يا ليسي احنا هيبقى لهم قلب حتى لو أهلوية أحمد الليسي زبلنا في المسيج السوشيال ميديا اعملها لنا دي يا ليسي هل لها السلية بقى بما انه عامل آخر لا 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 احنا مش السلية احنا مش هنحط مكان احنا ناس فير اصلا احنا ناس فير ده وينج نحطوله وينج معلش عشان ما يقولش ايه ده هم حطوا السلية عشان يتفوق على كريستيانو عشان جاب جنين في آخر مطش بقى بس والله بجد احنا هنشوف جمهور الاهلي او جمهور المصر او جمهور العربي كريستيانو رونالدو من افضل كجناح ولا احمد عبدالقادر نقول احمد ولا حسين الشحات احمد بقى حسين الشحات في الجابهة التانية ولا احمد عبدالقادر ونشوفه الجمهور هيعمل ايه هيختار ايه عايزين اللي هو اللي بيبين النسبة كان في المية ده مش ده بيبقى موجود عندنا البول موجود حاليا نعتقد ده في تويتر مش في حط على تويتر كده لو احمد عبدالقادر احط لوف احنا على تويتر على تويتر ماشي في الفيسبوك نحط ايه في الفيسبوك نحط لوف لأحمد عبدالقادر ولايك لكريستيانو رونالدو اه اوكي ماشي يا ليسي ان شاء الله محد حاولش يلا يا ليسي وعدين اعملوها عشان اطلعها في الحلقة على الشاشة عشان نشوف 36 مليون الاهلي على السوشيال ميديا والنصر 15 مليون صح يعني فيه اهلاوي ممكن يدخل يختار عبدالقادر على حساب كريستيانو ده مفيش اهلاوي يختار كريستيانو مش عارف انا بقول لك كده هنشوف ده مفيش اهلاوي هيختار كريستيانو بس هتيجي عند الاهلي مش الناس مش هتشوف مش هيحذره اه تقول لي كريستيانو مش كريستيانو بره الاهلي طبعا صفقة ممكن تغير في تاريخ الكورة دلوقتي بقى فيه كلام بقى بدأ يطلع ان الهلال بيفوض ميسي وبيحاول يتواصل معه فبسرعة باريس سان جيرمان راح اعلن وصرب انه اتفق مع ميسي على تجديد دي مدة سنة انت عارف ميسي عادوا اكل الصفدة في شهر الستة اللي جاي كلام تاني طلع الحقيقة ان نادي نيو كاسل او فيه اتفاق ما بين كريستيانو رونالدو ونادي النصر ان لو نادي نيو كاسل صعد لدوري ابطال اوروبا انت عارف ان نيو كاسل بينافس دلوقتي في المربع الزهبي في الدوري الانجليزي فممكن يصعد دوري ابطال انت عارف ان كريستيانو رونالدو كان يعني من شروطه ففيه كلام ان فيه شرط سعاد رونالدو مع النصر ان لو وطبعا نيو كاسل ملكية سعودية اصلا فلو ساعد يلروح يلعب معهم من السنة الجاية ايدي هاو مدرب بس دي قنبلة دي اللي قال اللي هي انه ممكن يوقع في النصر ست شهور اه طبعا وكل البروباجاند اللي انا عايشينها دي فتلاقي بعد ست شهور كريستيانا في نيو كاسل في الدوري الانجليزي هو عادي بقول كده يا جماعة زي بقول وليد بس دا الماركة الماركة قالت كده والمركة هي اللي انفرضت بالخبر اول وسيلة اعلاني بس دا بوس انا دايما في بعض الاخبار اللي بقراها وانا ما عنديش المصدر المؤكد بتاعها المنطقة بحاولها المنطقة اه فواحد زي كريستيانا مهما كان هو رجل مجمع كبير يعني يعني لو حتى جاي لعن في الدور المصري او الدور السعودي او الدور الاماراتي او الدور القطر احنا دولات الحقيقة عندنا دولات بقت عظيمة جد لكن برضو لفل كريستيانا اعلى مفيش فاكرة فمن ضمن الاغراءات اللي انت بتجيبوا بيها اني لعف نيوكاس دي له حاجة بيه حبه اه وبعدين على فاكرة ممكن نلعف نيوكاس السنة ويرجع وده زكاء بالمناسبة يعني ده زكاء من ادارة النصر عشان ييجي اه طبع اللقطة دي يعني المشهد ده الواحده بفلوس بفلوس وبدعاية وبقصص كبيرة جد فايدي هاو مدرب نيوكاس النفا لكن الماركة زي ما قلتلك اللي انفردت اساسا بالصفقة والماركة انت عارف اسبانية ومقربة جدا من كريستيان ورونالد ومقربة كمان من ليون الميس بالمناسبة وكانت اول وسيلة اعلامية اعلنت انتقال ميس لباريس سان جرمان فوارد لانه بدم الماركة قالت يبقى نسبة الصحة تتقطت 90% فكرة الماركة قالت الخبر كمان لما جدد عقده امبابيه في باريس سان جرمان انفردت بان فيه بند في العقد يتيح لنبابيه انه ممكن يرحل عن نادي باريس سان جرمان اذا دفع معرفش مبلغ كذا او مش فاكر بالزبط كان النص ايه وقتها يعني فديك تبقى بنود النجوم بتحطها عشان تديله حرية في بعض الوقت بعد ده وقت معين يعني هم عندهم الحياة يعني يعتبروا في حتة الانفراضات دي من اقوى وسائل العالم في العالم هي الماركة الاسبانية فوارد يكون الكلام صحيح برضو بمناسبة الحديث عن كريستانو رونالدو انتهت علاقة كريستانو رونالدو كما تقول الصحافة بوكيله يعتبر اشهر وكيل لعبين في العالم اللي هو خورخي مندش لانه واضح انه مندش ما كانش موافق على خطوة انتقال رونالدو للنصر السعودي او غضب كريستانو رونالدو من وكيله لانه ما كانش قادر يسوقه لنادي بلعب في دورة ابطال اوروبا في الفترة اللي فاتت وبالتالي يقال انه ريكاردو ريجوف اللي هو مدير اعمال كريستانو رونالدو او مستشاره زي ما بيقوله هو اللي كان وكيله في الصفقة دي وهو اللي كان الوسيط وخد بقى عمولة بسيطة كده يعني حوالي 30 مليون يورو بس من انتقال كريستانو رونالدو للنصر ولا حاجة من وقت بص من وقت الارقام الاسمتها بتاعت مدام فايزة مدام فايزة عملت لنا مشاكل في الكورة فايزة العماري طبعا اه دي واندت المبين 25 مليون يورو اخدت 25 اه اكتر كمان من بعد موضوع مدام فايزة انا بصدق اي حاجة وابو هلند واخد له حوالي 20 برضو يا بني كان ابو زيزو واخد بتاعش كلنا بقى مترقبين يعني رونالدو لما يلعب في الدوري السعودي هيكسر الارقام ولا لأ وطبعا الارقام القياسية كلها مسجلة باسم ماجد عبدالله اسطورة الكورة السعودية اسطورة النصر السعودي ورونالدو غاوي وعنده هواية تحطيم الارقام فهنشوف هيقدر يحطم رقم انا مش عايز اصدمك يا وليد ايه خيه الاستفتاء نازل يا محمد حسن انا بعتلك صفحتين طلعني بتاع تويتر كده انا عايز اقولك الاستفتاء لصالة احمد عبدالقدر دلوقتي 95% لا والله العظيم جمهور الاني بقولك ايه والله ما بيهزر لا ما فيش الحالة الوحيدة اللي ممكن يتنزل فيها لو انا حطيت نفسي في الاستفتاء انا طبعا جمهور الاني عبايب بقولنا ارجوكو ارجوكو لو اش هخش معان في قصر بيهزروش اه والله يسألني لا انا مش تهريك في الموضوع طلعلي كده بتاع تويتر يا شباب بعتلكو يال لانجز ايج انا عايز اقهر الراجل ده اللي قدامي ده اصداخل بفاتح سيدرو ده رونالدو فاتح سيدرو والله لو مين ايه رونالدو يعني انا عابل اقولك الاهل ايه اه طبعا انت بتذر لا لا الكيان كيان برضو انت بشوف ده هم ده انا عايز اقولك على حاجة شو متأخرين مش مصدقين يعني هو اقوله بجد ده الاكاونت احمد ومحمد حزق ده بتترعش احمد ده البص يعني لحد ما يطلع البص طبعا رونالدو تكلم النهارده في المؤتمر الصحفي في المؤتمر التقديمي ويعني نتكلم كويس عن انا عايز اقولك ان الرسال بتجي على الموبايل انا على الواتساب بص يا سيدي بونا انا على طالق جابني اللزينة بتطلب انا بص اوه اوه خلاص يعني انت بتتنصل يا ليسي بتتنصل يا ليسي من وجهة نظرك من افضل جناح في الوطن العارق ملحوظ فريق عامل السوشيال ميديا غير مسؤولا هذا الاستفتاء بكسو كريستان رونالدو خمسة في الماء طب وانت ازيزه عشان يزيزه زعلان كريستان رونالدو خمسة في الماء فتحت اتنا بقت 96% وعايز اقول على حاجة بقى ده كريستانو احتمال في المؤتمر الصحف الجيول يا جماعة عيب كده اي صحف الراجل قابش فلوس كتير اهو والله يلا يا جمهور الاهل ادوس احنا عايزين نباين القدرة القوية والحقيقية لسوشيال ميديا اللي كانت والله يزيزه امام ويوسف وقسامة نبيه ما يزعلوش بقى انا بحط تطلب كريستانو اهو اهو والله اهو وقريني التانية بتاعت الفيس دي بتاعت لا دي بتاعت تويتر دي تويتر ده الاكاونت بتاعت تويتر وريني كده الفيسبوك التاني بقى الفيسبوك احنا بنحط اهو نفس طبعا الدباجة اللي في الاول بتاعت اللي سيلا لك فريق السوشيال ميديا ماليش دعوة ده تويتر برضو ده لسه اه ده كان ده الفيسبوك مش كده لا ده تويتر ده تويتر اه ده تويتر اه اوكي افتحوا لنا برضو البيج بتاعة الفيسبوك كده اه شوفوا لنا كم لايك وكم لايك اه اصل وليد ديناه على الواتساب بتاعة الناس بدأت تبعت انا مش مصدق يعني مش مصدق يعني مش بالاكتساح ده ده كم ااخد بالون دور واخد يو وعمل حاجات كتير بالون مين يا عم بالون مين يلا يا بيت فضل كمل خمسة بالون دور عشان مش كده انا مش عايز احريجك اكتر وحط ميسي لا خلال لاش ميسي والنابي اه قدام عالي معلول اه قدام عالي معلول تخيل ميسي موكت داس 2% وعالي معلول 88% ميسي نحطولها سين الشحات بقى الجناح اللي في ناحيته اه بيري البالون دور واخد خمسة خمسة بالون دور وجاب خمسة في المية البالون دور الواحدة بواحد في المية كويس انه خد خمسة اه اه قولي نهارده كان في المؤتمر الصحفي رئيس نادي النصر اتكلم اه رئيس نادي النصر اتكلم بيسألوه طبعا هل كريستان رونالدو كان ليه اي شروط قال لهم لا الراجل قال لي كان تعامل باحترافية كبيرة وقال لي انا ما يسري على كل اللي عيب يسري علي يعني في المكافئات في كل شيء اه اوقت له 200 مليون يورو من اكيد مش عايبقى طمعان في 20 الف ريال زيادة مكافئة يعني وقال طبعا زي ما قلت لك يقولك قاعد في قصر اه معموله قصر في منطقة المحمدية اعتقد في الرياض نزل له صور بقى الاصر ده هو في صور بس مش مؤكدة في صور مصرب عشان كده ما حبناش نجيبها لما نكون متأكدين ان شاء الله ممكن اكيد هتظهر في الفترة الجاية الصور المؤكدة لما هو بقى يروح يزور الاصر وتظهر لنا اللقطات الموثقة ده انا حاسي نمسه هيغير يروح له الهلال او اتحاد جدا او اهل جدا مايرجع ان شاء الله الدوري اه الهلال انت بتتكلم عن ديها كبيرة يعني خلي بالك في كلام كتير جدا في الصحافة السعودية بعض يعني الصحف السعودية قالت انه من الاساس اللي بدأ الموضوع وكان اقرب للهلال السعودية بس عندهم مش كله في الانتقالات اتقاف الانتقالات فهو اللي نقله من سوف سبحان الله تفاصيل صغيرة انا عايز اقولك ان ده هي بلا تأثير كمان على شعبية الهلال انا شفت حاجات على السوشيال ميديا ولاد صغيرين يعني 12 سنة و11 سنة و10 سنين عاملين معهم انترفيوز هلاليين هما فبقولك احنا نشاجع النصر عشان كريستيان طبعا طبعا هو يكفي انه بقولك جالهم 9 مليون في 3-4 ايام دول من كل العالم مش من السعودية مش من نصر مش من البرتغال من كل العالم هيبقوا حريصين انهم اتفرقوا ما دي برضو من المكاس طبعا اسم النصر والدوري السعودي حتردت في العالم كله طبعا خلي بالك برضو الدوري السعودي كان بيستقطب بعض النجوم على فترات يعني ببيت ومسلا لعب فترة في السعودية ستويتش كوف لعب فترة في السعودية دونادوني لعب في السعودية ففيه طرق حامد بيلعب في السعودية ففيه اساطير كتير لعبت في الدوري السعودية هشوف يعمل ايه مع كريستيانو بس ما اقدر على كريستيانو عصب برضو كريستيانو في بالك ده أدالي واحدة أنا فاكر كان في مطش كان تقريبا هو كان طريق حامد في مطش مصر برتوغيل كان قبل كسر العالم ده بص كان هيجيب له طارق كسر مضاعف في الصقر طارق طارق حامد فربنا يسطر يهزرش اه ربنا يسطر ده ممكن مش عارف يعمله فيه عامد زيقاطر بتاع الزمالك راح أسوءا كده فبيقابش في محن يعني صفقة طبعا فيه نجاح كبير لازم نؤكد نجاح كبير للنصر والقدارة القورة في السعودية لكن تريستيانو رونالدو المكاسب واضحة أنها مكاسب مادية هل هيكون فيه مكاسب رياضية خطوة نيوكاسل كل دي حاجات هنترقبها فيه الفترة اللي جاية إحكاية الستوري بتاع محمد فاخري بقى طبعا يعني هم بتتكلم في الموضوع ده لأنه الحقيقة فيه بعض اللعيبة بتحس إن هي ودي برضو تأكد لك إن احنا محتاجين في مصر ناس تشتغل مع العيبة ناس وكلاء عندهم خبرات زي ما بيحصل مرة عباس مع محمد صلاح زي ما كنا بنتكلم عن خير كيميندش مع كريستيانو رونالدو عن مينو رايولا الراحل طبعا مع المجموعة اللي معاه فيه إدارات أو فيه ناس بتعرف تنصح النجوم يعملوا محمد فاخري لعب في النادي اللي قال آه هو لسه لعب شاب ولسه لعب واعد لكن هو في الأخذ لعب في النادي الأهل بيدخل قيمة وبيلعب مباريات فلازم يكون فاهم ايه التفاصيل طبعا هي القصة وبكل حسنينية بعد مباراة الأهل وبرمز بدل فانيلته مع عبدالله السعيد وطبعا كل الناس عارفة ايه القصة وانت اتكلمنا يعني انه فيه أزمة وفيه مشكلة بين الأهل وعبدالله السعيد وفيه عدم قبول جماهيري من جانب جماهير نادي الأهل العبدالله فتيتفجأوا ان اللاعب بتاحهم عامل حطت الفانيلة بتاعته على ستوري على انستجرام وعمل يعني زي قلب او شكر او بيعبر عن محبته لعبدالله السعيد اكيد كل اللاعب اصحاب بس فكرة انه بوست على ستوري بيكون فيه استفزاز لحد فلازم اللاعب يكون عندها من الثقافة تبقى فهمة الدنيا طبعا هو شال بسرعة بعد ما حصل هجوم كبير من جماهير النادي الأهلي شال الستوري وحط بدلها صورة كده وقلبه وجماهير النادي النادي الأهلي وبتاع فقرتني بقصة لاعب كده كان اسمه سيرجي جوارديولا من حوالي ست سبع سنين ده كان لاعب في برشلون وتعاقد معاه فريق برشلونة ساعتها كان برشلونة الرضيف لانه كان لسه لعب صغير وقتها ففجأة انتشرت له تويتا كان بيكتب فيها هالا مدريد وكاتب لفظ مش كويس على كتالونيا ففي لحظة كانت التويتا اللي عملها طبعا كان عملها من زمان قبل ما تعاقد مع برشلونة لكن ما فيش قبول الموضوع ده ما فيوش تهريق فيش حاجة اسمها كده فطبعا جماهير برشلونة عمل عليها حاملة زي جماهير الأهلي عملتها على فخري وتم انهاء التعاقد فورا ودي برضو من الحاجات وراح فين بقى عليا هو بيلعب في بلد الوليد مهاجم لبلد الوليد طبعا كبر وقته عنده 30 أو عهده 30 سنة كان ساعتها عنده حوالي 25 أو 24 سنة في الوقت ده وكان مهاجم وعد ويمكن لو كان لعب لبرشلونة وقتها كانت مسيرته تغيرت تعارف الأندية الكبيرة بتكبر اللعيبة معها فهي بس حبينا نقول برضو في قصة شهيرة العبد الكريم حاسن لعب منتخب قطر لما حد بعث له رسالة وقال له مش عالف انتوا لازم تلعبوا لازم انتوا بتدفعوا عن قميص منتخب قطر طبعا لما قسروا أول مباراتين في كاس العالم فقال له يعني انت بكبر الموضوع انت فاكرة حرب فالرد بتاع عبد الكريم حسن على المشاجع ده على أحد التطديقات أعتقد سناب شات على سناب شات فقال له شوية حماسه ودمه الناس بتقاتل في الملعب وانتوا لازم بتدفع عن شعار منتخبنا ولازم تراعوا مشاعر الجماهير فالراجل قال له يعني انت فاكرة هي مش حرب الكلمة حسست إدارة السد القطري طبعا وقع ابت الكريم ده كان أحسن لعب أسف بالمناسبة ولعب مهم جدا سواء قال له وقع بالك حرب باللهجة القطرية يعني ففورا نادي السد أعلن انهاء التعاقد مع اللاعب بسبب رده على المشاجع بس ده رد ما يلو الرد ده اعتبروا انه ده تقليل يعني من الأهمية انت بتلعب كاس على فالله انت فاكرة حرب لا هم حسوا لا أصلا برضو كلمة انت فاكرة حرب يعني احنا بنقبل لعلينا بس انا مش في حرب هم اعتبروا كلمة طبيعية بالعكس يعني انا متفاهم هلا مدريد بتاعة جورديولا ده لانه في صراع ضخم بين البرشونوريا المدريد ومتفاهم فخري لما قال عشان قصة عبدالله السعيد مع الاهلي اوز زمالك والحدود انما مع بالك حرب الرجل بيقول له يعني احنا ما كناش في حرب يعني هم اعتبرون انه بيتعامل ببرود مع الموضوع لا ده كان فيها تسرع بصراح يمكن وبعدين خد بالك رد مهزب برضو يعني عبالك حرب ده رد مهزب يعني احنا بنحاول نرصد ايه يعني ده حاجات يعني ده ده كلمة كاتبت انا اتعاد راح فين بقى لسه يعني لسه لحد دلوقتي ما اعتقدش انه اعلم انتم من بعد كاس العائلة من بعد كاس العالم يمكن في يناير الحالي ينضم واكيد مؤكد يعني هيروح نادي قطري اهم اللعبة الجيدة جدا انا عايز اقول لك الاستفتاء كريستانو زاد واحد في المية انا قادر دلوقتي اا 94% حلو حلو كويس يعني انا عايز بس يبقى شكله لطيف انا هقرارك بعض التعليقات بص يا سيدي ده على اكاونت على تويتر وعالفيسبوك وعالكلام ده والله بكرة هقرأ تعليقاتكم كلها قالك بص بص يا شبان لو عم حارس هنكسبه انا والله ابو حازم الاسم ابو حازم جد سليم يعني حفيده سليم في اكاونت اسمه يا رب هند تنجح بتأدير يا رب يا هند اه قالك هند ده هند بقى واضح لكاونت بتاعي انا سايب المذاكرة علشان اختار عبدالقادر عشان كابتن شبان المهم بقى في الازمة هسيبك تكمل باية التعلاد بس اساسا جمهور الاهل لي مش رضي عن عبدالقادر لفتر ما بالك لو جبتله منجم شوف اشرف بيقولك ايه بقى ايه الهزار ده مفيش وجه مقارنة اصلا طبعا احمد عبدالقادر وانت مغمط واحد تاني احمد احمد عبدالقادر طبعا لان الدور المصري اقوى بكتير من الدور السعودي ابكو بتقولك اهلاو صميم اه محمود طاري بقولك لو حطيت مكي سوني هنكسبه احمد المازون بقولك لو مصطفى شوبير مش احمد عبدالقادر هنكسبه احمد المازون بقولك عبدالقادر طبعا اه والله محمود رمضان بقولك عبدالقادر اكيد ابرام عبدالفتاح حتى الان احمد عبدالقادر لان كريستيان ريسا ملعبش ما هنقيمه ازاي اه وجهة نظر في منطق برته في الرد ده جوكر بقولك كريستيان ومين ده عبدالقادر يعمل عشرة كريستيان تامر عبد الحميد أحمد عبد القادر أبو حمزة قالك أنا من عشاء الدون شوف ده بقى ده بصراحة ده هادي شوية لكن مع أي علاقة في القلب ما بنهزرش يعني أول سطر كان هادي بعد كان ما هزرش مال من اللي اختاروا الستة في المية بتعكد بستيانه محمد علاء أحمد عبد القادر دي جورجينة والعيال فمال اللي دخلوا صوتولوا يا يعني بكرة هنكمل الأسماء يعني بص يعني شو ممكن أهلوية ورده طيب بليه طبعا إلا مثوى الأخير يعني هما كمان عاملين في البرازيل زي يعني احتفالية أكتر منها تعايزي طبعا كانت مرسم طبعا الجنازة كانت جنازة شعبية ورسمية الأسطورة بليه أسطورة عظيمة طبعا وطبعا بدأت من ملعب نادي سانتوس ما تعملش المرادونة كده يعني المرادونة برضو كانت ظروف وفاته كانت يعني مفالقة وصادمة وغمضة بس طبعا برضو تعملت له جنازة كبيرة لكن بليه تم الإحداث للمرادونة خلي بالك برضو بليه دخل بقاله فترة يعني يعتبر ميت إكلينيكيا يعني كان فيه تحضيرات لده هي بقى الفكرة وإحنا بنتابع يعني اللقطات توديع عبد بليه لمسواه الأخير طبعا فكرة الأفضلية وناخد برضو من قصة كريستانو رونالدو لأن بليه الحقيقة لما بنشوف الهاي لايس بتاعته وأرقامه انت بتحس انه لعب سابق زمنه بعشرات السنين طريقة ترقصاته وطريقة أهدافه مهارات كل مهارات بليه بنشوف مثلا كريستانو رونالدو بيعملها بعدها بخمسين سنة وكذلك ميسي فلما تجي بقى دلوقتي استفتاءات اختيار الأفضل بتلاقي ميسي بينفس مارادونا ميسي بينفس كريستانو رونالدو فتحس انه لأنه لعب في زمن بعيد الأفضلية أو اختيارات الأفضلية بتستبعده أو بيكون جاي فيها في ترتيب متأخر عشان كده بقوله انه أحيانا الأحكام ما بتبقاش صحيحة وفكرة التعامل مع الكرة والحكم على أساطير الكرة بيخضع لحاجات كتير جدا فما فيش حاجة اسمها رأي مطلق أو رأي صعيح مطلق في التقييم الأفضل ممكن جدا يكون الأفضل أكتر من حد مش لازم يكون حد لوحده بس اسناء ميسي طبعا هو الأفضل في التاريخ بغض النظر ما تخليش حطه مع عم حالس راجل استاخد كاس عالم سيبه يفرع شوية منها الزرش أنا قدامك دقيقة نختم بإيه فيه الأزمة العنصرية بتاعت فينيسيوس دي يعني هو بسرعة طبعا فينيسيوس برضو أزماته ما بتخلاصش والراجل يعني بيجد نفسه كده واقع مضطرا في أزمات بعد مباراة بلد الوليد الأخيرة اتعرض له تفات عنصرية طبعا انت فاكر السنة اللي فاتت في الموسم اللي فاته قصة الرأسة بتاعته كوكي لعب أتلتكو مدريد لما قاله انت ما تجيش ترقص لو في ملعب أتلتكو مدريد في الميتروبلوتان ولو أحرصت هدف وكانت قصة كبيرة وكل النجوم خرجت وتضامنت معاه وكان موضوع كبير جدا بدأنا هو موضوع تاني برضو ليه علاقة بالعنصرية لما تعرض لبعض الاتفات من جماهير ريال بلد الوليد والمفارقة ان مالك ريال بلد الوليد هو رونالدو الظاهرة اللي هو البرازيلي برضو اللي طبعا طلع على طول ويعتزر يعني الفينيسيس جونيور الموضوع كبر ورحل المحكمة وهيبقى فيه عقوبات قوية جدا ضد جماهير بلد الوليد ريال بلد الوليد وضد النادي قد يكون الموضوع الحقيقة العنصرية كل شوية في أوروبا يظهر وبرضو ده بيديك انطباع طول الوقت ان انتوا عندكم مشاكل بالكوم فبدل ما النص تنظر وانشلت حتى قال كده المدرب ريال مدريد قال لهم يا جماعة الموضوع اللي جماعة ما عملت فأقل موضوع اخلاق وموضوع تربية وموضوع محتاج من الاساس ومن الجزور مقضي عليه فطبعا المجتمعات الاوروبية هو ده الوجه القبيح لكرة القدم دايما في اوروبا طب يا وليد انا هرق بكم كومنت اتعليق بسرعة وحكمل بكرة مع الناس على التويتر وعلى الفيسبوك لان لفت نظري حضري حد اسمه حضري بيقولك هو اي حد يعمل ماتش حاله هتقرب عبدالقادر ايمن نور بقول مين كريستيادو الاول محمود محمد بيقولك عبدالقادر طبعا عبدالنبي بيقولك اكد ده هزار مش حقيقي لان احمد عبدالقادر في حتة تانية يا جماعة مايوصلهاش كريستيادو رونالدو فتحي حلمي بيقولك اهلاوي قلبي اكمل يا اساس وليد انا الحقيقة يعني مش عارف اقول ايه خمسة في المية محمد كركش لا بقى سبعة في المية طب كويس دلوقتي بقى سبعة في المية محمد كركش بقولك يا شبانة يا محترم احنا بنحب كريستيادو لكن مش اكتب من ابننا ايه بقى ده انا قلت ده سبعة في المية دول قالك لو حطيت يعقوب لي لسه جاي او يوسف يعقوب لي كانت بلعب ايام هشام حنفي شف اه يوسف يعقوب فاكر هشام حنفي قالك هنكسبه اسر بيقولك لو حطيت النسر بتاع شعار الاقل قدام كريستيادو هنكسب النسر لا النسر طبعا ده موضوع تاني اه الرسالة للكابتن شابالة ده حمادة بقول تشيرت الاقل يلاقي اخرى باقي حاجة في الدنيا محمد المداوي بقول احمد عبدالقادر اكيد الدون لك ان احمد عبدالقادر يفوز ده سيد ابن مصر من غير تفكير يا غيري عبدالقادر الاهلي وكاف احمد سيد فايد محمد فراج بقول اهلاوي وعبدالقادر طبعا ده ابن التاتش كبير الاهلي بجمعه انا هقضى فقط اشوف مني السبعة في المية دولة الخمسة في المية دولة بوم ازاي من انتم وليد شرفتنا ونورتنا شكرا شكرا جزيلا احنا كده وصلنا لنهاية حالة النهاردة بكرا ان شاء الله في التمام الحديقة عشان وسأل حلقة جديدة من بوكس تو بوكس الى اللقاء